في موضوع آخر أعلنت وزارة التجارة اليوم السبت عبر موقعها الرسمي على الأنترنت عن فتح باب تسجيل الحصول على رخص الاستراد لمختلف المتعاملين عملية التسجيل التي انطلقت اليوم الفاتح من شهر أفريل ستستمر حتى منتصف الشهر الجاري وتشمل رخص الاستراد للعديد من المتجات الصناعية كالسيارات والخزف والإسمنت المسلح والخشب والمواد الزراعية والمواد الزراعية المحولة كالتفاح واللحوم التازجة والمجمدة والموز والأجبان في موضوع آخر شدد الوزير الأول عبد المالك سلال على ضرورة تجاوز البيروقراطية ومنح العقار الفلاحي إلى الراغبين في ولوج عالم الاستثمار الفلاحي مؤكدا أن الوزارة الأولى ستتخذ قرارات هامة بخصوص انشغالات الفلاحين لسيما منها ما تعلق بالكهرباء والمسالك الفلاحية ودعا الوزير الأول في مستهل زيارته لولاية الوادي أصحاب المؤسسات الاستثمارية الفلاحية إلى رسمه استراتيجية لتفعيل آلية التصدير باعتباره بديلا ناجعا عن المحروقات مبرزا أن النظر الجديد للاقتصاد الجزائري تعتمد على هذه الآلية حاثا في نفس الوقت على التفكير الجدي لتفعيل الزراعة البيولوجية مبرزا